أهلا بكم في موجز جديد للأنباء يأتيكم من موقع صد البلد اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2021 و2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس الخدمات أقل من 30 درجة من الحد الأدنى وأضاف مدير مدرية التربية والتعليم أن كل مرحلة من تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة ستستغرق ثلاثة أيام وسيتم إعلان موعد التقديم في الإدارة التعليمية التابعين لها مشيرا إلى أنه سيتم قابول الطلاب حسب مربع السكني أو مربع الإدارة التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي انتهت الهيئة العامة لقناة السويس من استعداداتها النهائية لمغادرة السفينة إيفرغرين وذلك بعد إنهاء ممثل لجنة القانونية المنتدبة من هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية إجراءات رفع الحجز التحفظي وإعلان تقيم إيفرغفن البحري بقرار المستشار عمر القاضي رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية والذي وافق رسميا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس أمس الثلاثاء برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنامية إيفرغفن يخطط مقتربون إثيوبيون في الولايات المتحدة لتنظيم مظاهرة في مدينة نيويورك لمعارضة اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سد النهضة المقرر عقده غدا الخميس وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن المتظاهرين الإثيوبيين أعدوا نشارات ورسائل لتسليمها إلى الدبلوماسيين وممثل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وذكرت فضائية العربية نقلا عن مصادرها أن الدولة تونس ممثلة المجموعة العربية في مجلس الأمن وزعت مشروع قرار بشأن سد النهضة وإلى حالة التقس حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن التقس غدا سوف يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية يصاحب ذلك ارتفاع نسبي في رطوبة على كافة الأنحاء وقالت الأرصاد أن التقس غدا حار رطب على القهرة الكبرى والوجه البحري يكون مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون التقس غدا معتدل الحرارة ليلا رطبا على القهرة الكبرى وباقي الأنحاء وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في التقس غدا هي الشبرة المائية الخفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ويكون هناك نشاط للرياح خلال التقس غدا على مناطق من القهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقدعة قامت قوات الأمن الروسية بتطويق محيط أحد البنوكي بعد تعرضه لعملية سطو مسلح وعملية احتجاز رهائن وفق ما ذكرت شبكة RT الروسية ولا تزال عمليات التفاوض جارية مع المجرمين لمعرفة مطالبهم في ظل عزم روسي على تحرير رهائن ومصايرة الخطف حتى تكون هناك فرصة لاعتقاله علق الدكتور أشرف عقبى رئيس قسم الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس على تحذير وزارة الصحة من الإفراط في تناول الفيتامينات التي تسبب تسربات الأملاح على الكل قائلا إن جسم الإنساني يحتاج الفيتامينات بشكل محدد ويومي بدون إسراف حيث أنها تساعد على النمو الطبيعي وعمليات الغذاء واجه عدد كبير من مستخدمي منصة الفيديو قصيرة الشهير تيك توك المملكة لشركة بايت دانس الصينية في عدد من دول العالم من بعض مشكلات الأداء أمس الثلاثاء في عدد من خدمات التطبيق وسط ما يبدو أنه انقطاع تقني واسع النتاق مستمر حتى الآن وقد أبلغ أكثر من أربعين ألفا من المستخدمين عن وجود مشكلات في مشاهدة مقاطع الفيديو على تطبيق تيك توك الصيني كان هذا موجزا لأهمي آخر الأنباء حتى الساعة ولمزيد من التفاصيل زروا موقع صدى البلد الإغباري شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة